نهاردة بالمناسبة كمان المنتخب المغربي بيحقق فوز كبير في الشوت الأول على العراق منتخب العرب الشقيق أيضا بسلسية نظيفة أمير ريتشارسون وسوفيان رحيمي وعبدالصمد زلزولي عبدالصمد زلزولي جابجو الحلوة والتالت ده هم أصحاب الأهداف الثلاثة منتخب المغربي بيسعد كمتصدر أيضا برصيد ست نقاط متفوقا على الأرجنتين بالمواجهات المباشرة المغرب هتكون في مواجهة المنتخب الأمريكي بالدور الربع النهائي وأداء المنتخب المغربي مع المدرب طارق السكتيوي الموديل الفني أداء مميز جدا هو أصبح أول مدرب مغربي بيتخطى دور المجموعات في الأولمبياد وده بيأكد اللي احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده في المغرب اشتغلوا على فكرة المدربين وتطوير المدربين وكل شوية تلاقي اسم جديد في المغرب مدرب رائع السكتيوي النهاردة مع المنتخب الأولمبي مبارح كان وليد الركراكي مع المنتخب الأول لقاضي المنتخب المغربي اللي رابع المونديال اشتغلوا يا جماعة على المدربين هبتكلم هنا عندنا احنا هنا في مصر نشتغل على المدربين تطوير المدربين كل ما هتطور مدرب هتاخد قدامه إنجاز إنجاز تفاكين برضو الحسين عموتة في المغرب كان قد منتخب الأردن في مفاجأة كبيرة لوصافة كأسهم أسيا المضايا يعني عموتة والسكتيوي وقبلهم الركراكي مدربين مغربة عاملين أداء رائع جدا في كل المنتخبات اللي بيشتغلوا فيها نشتغل على المدربين قبل ما نشتغل على اللاعبين نشتغل على المدربين اللي بيصنعوا لعبين مش العكس والفكرة بتاعت إنه لو أنت عندك جيل من اللاعبين المميزين تكسب بأي مدرب دي فكرة خطوية وأثبتها كل 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 المشاهد في تاريخ كرة القدم المصرية الرك دايما على المدرب ولازم يقع معها أدوات بس المدرب أولا مش اللاعب أولا واحنا دي عندنا فيها قصور ودي عندنا فيها قصور بس مش محتاجين نتكلم فيها دلوقتي هل نارضف على الحالين